في قطعية طاقة دائما قالت وزارة الطاقة الروسية أن انتاج البلاد النفطي خفض إلى 8.59 مليون برميل يوميا في شهر مايا ويتماشى هذا التراجع مع تعهد روسيا بخفض انتاجها من النفط باستثناء مكثفات الغاز وهي نوع من النفط الخفيف إلى 8.5 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو بموجب التفاق أوبيك بلاس العالمي لخفض الامدادات